بسم الله وصلاة وصلاة ورسول الله النهاردة أعرفك حاجتين إزاي تعرف إن غلوكوز اللي عندك ألفا ولا بيتا وكمان هو D ولا L وإزاي كمان تحول من من الفشر إلى الهورس كونفرميزن رقم أول حاجة بسم الله إزاي نعرف إن الغلوكوز اللي عندي D ولا L أولا إنت لازم تتعلم أول حاجة رسمة غلوكوز طيب أرسمه إزاي كل إنت تعمله اما هتعمل عمود زي ما انا عملت كده او هترسم ست زرات كربون متصلين ببعض ثلاثة اربعة خمسة ستة تمام او هتعمل العمود زي ما انا قلت الجلوكوز من مجموعة الالدوزز يعني زرة الكربون الاولى هي اللي فيها الكربونيل بعد كده احنا قلنا ان هو بوليهايدروكسي يعني فيه اكتر من هيدروكسي الجروب بتبدأ باليمين وبالتبادل مرة يمين مرة يصار مرة يمين والاخيرة على حسب لو هي دي جلوكوز يبقى الخمسة هتكون نحية اليمين لو هي الجلوكوز بترسم كل حاجة وتيجي عند زرة الكربون الخمسة وترسم الو او اتش على اليسار تمام كده وتكمل الباقي عادي الكربون الاخيرة سي اتش تو او اتش وتكمل هيدروكوزيناتك عادي جدا الكلام ده ده الرسمة دي لو هو دي جلوكوزي طيب ندخل تاني طيب لو هو اللو جلوكوز بترسم نفس الرسمة بالظرف سي ده بالبوند او اتش وبعدين يصار يمين يصار وتيجي عند زرة الكربون اللي هي مقابلة الاخيرة اللي هي الخمسة واحنا قلنا ايه هي الخمسة يبقى هتبقى على اليمين ممتاز كده نفس الكلام اهو هتبقى قصدي على اليسار لو هي اللي هتبقى على اليسار وزرة الكربون الاخيرة بترسمها عادي جدا سي اتش تو او اتش كده انا رسمتها لك بطريقة الكربونات وكده انا رسمته لك بطريقة العمود طيب أنا دلوقتي عرفت يعني A, D ويعني A, L الخطوة اللي بعد كده إزاي تحول الشكل ده من شكل سلسلة إلى شكل حلقة شوف كده معي المجموع O, H, C, double bond O ده همت أنا هعملهم بألوان مختلفة O اللي هنا هيخليها باللون الأزرق والH كمان هيخليها باللون الأخضر اللي يكون تمام كده وعندي double bond O اللي فوق هيخليها باللون الأحمر ممتاز اللي هيحصل اللي هيحصل إن أنا حرسم المركب ده هو زي ما هو بدون أي حاجة هرسمها هرسمه بس هرسمه على شكل سداسي تمام كده تمام زرة الكربون الأولى اللي هي C double bond O أدت double bond O اللي فيها ومتصل بيها كمان هيدروجين دلها هيدروجين الأولى والأكسجين اللي باللون الأحمر بعد كده الOH اللي موجودة على زرة الكربون رقم 2 موجودة على اليمين ولا على اليسار موجودة على اليمين اليمين بيترجم في الهورث كونفورميشن لأسفل تمام؟ اليمين بيترجم إلى أسفل تمام؟ فتبقى الOH دي لتحت بعد كده الOH في زرة الكربون رقم 3 موجودة فين؟ موجودة على اليسار يبقى لأعلى الOH اللي موجودة على زرة الكربون رقم 4 موجودة على اليمين يبقى لأسفل بعد كده زرة الكربون رقم 5 هي دي اللي هي هنا اللي هي فيها الOH اللي باللون الأزرق والH اللي باللون الأخضر هرسمهم المفروض إن الOH هنا في الD موجودة على الأسفل الأسفل بتاعي هعتبره هعتبره كده تمام؟ تمام يلا نرسم بقى الOH بتاعتي واحدة باللون الأزرق والهيدروجينة باللون الأخضر تمام؟ وبعد كده زرة الكربون رقم 6 اللي هي CH2OH تعالي عيد الترقيم من أول وجديد ده زرة الكربون الأولى اللي منتصل بها الكربون الجروب زرة الكربون التانية التالتة الرابعة ودي الخمسة ودي الستة تمام كده؟ تمام اللي هيحصل إن الOH اللي هو لونه أزرق ده يا شباب عنده اتنين لون بير من الإلكترونات عنده اتنين أربع إلكترونات ما هياش آآ مستخدمة يعني زوجين يعني زوجين من الإلكترونات الأكسوجين ده عليه إشارة سالبة بتروح تهاجم زرة الكربون صاحبة الكربونيل جروب لإن إحنا عارفين إن الكربونيل تعتبر رابطة بلارية دي بيكون عليها إشارة مجابة جزئية ودي بيكون عليها إشارة سالبة جزئية فبما إن الأكسوجين اللي هو صاحب زرة الكربون رقم 5 عنده إلكترونات كتير فعليه إشارة سالبة هيروح يهاجم زرة الكربون صاحبة الكربونيل اللي عليها إشارة مجابة جزئية زي ما قلنا فبالتالي الربطة اللي ما بين الأكسوجين والكربون دي هتنكسر والأكسوجين ده هيعمل ربطة مع الكربونة وساعتها الأكسوجين ده هيروح يهاجم زرة الهايدروجينة دي يبقى أنا عندي ثلاث أسهم استهم الأولاني إن الأكسوجين صاحب الكربون رقم خمسة هيعمل هجوم على زرة الكربون رقم واحد الربطة بتاعة الكربوني الجروب هتنكسر الإلكترونات بتاعة الربطة دي هتيجي على الأكسوجين فبالتالي الأكسوجين ده أصبح هو كمان عليه إشارة سالبة حيروح يهاجم زررة الهايدروجين اللي موجودة على الكربون المركب ده هيتحول للشكل اللي أنا حرسمه لك دلوقتي حالة تمام كده؟ ودي الأكسوجينة اللي باللون الأزرق إنها عملت ربطة مع زررة الكربون رقم واحد وديت الأكسوجينة بتاعة زررة الكربون رقم خمسة وإحنا قلنا إيه؟ إن الأكسوجين اللي باللون الأحمر اللي هي بتاعة صحبة الكربون رقم واحد حتتحول وهتاخد الهايدروجينة بتاعة زررة الكربون رقم خمسة مش كده؟ وأصلاً كده كده زررة الكربون الأولى كان عندها هيدروجينة اللي هي دي كده انت خلص خلصت الباقي كله كوبي وبسط أده الأو إتش وأده الأو إتش رقم ثلاثة وأده الأو إتش بتاعة زررة الكربون رقم أربعة وهنا السي إتش تو أو إتش اللي هي رقم ستة ودي زرة الكربون رقم 5 كده انت حولت المركب من الفشر كونفورميشن للهاورث كونفورميشن تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا عرفنا الدي والل وعرفنا ازاي نحول من الفشر للهاورث دلوقتي هنعرف الالفا والبيتا جلوكوز الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز الالفا لما تلاقي الـ OH بتاعة زرة الكربون رقم 1 في الهاورث كونفورميشن لأسفل ساعتها ده بنقول عليها الفا البيتا جلوكوز نفسه بالضبط بس كل اللي هيحصل ان الـ OH دي من بعد ما كانت لأسفل هتبقى الأعلى الـ O باللون الأحمر عشان بس ما ننساش والـ H كانت باللون الأخضر والهايدروجين العادية كانت باللون البنفسيكي ده يعتبر بالنسبة لي مش الفا بقى ده بيتا جلوكوز طيب سؤال بيتسأللي على طول ازاي اعرف من الهاورث كونفورميشن ان الجلوكوز اللي قدامي ده دي ولا إل انا بقدر اعرفها من الفشر من زرة الكربون رقم 5 زي ما قلنا لو كانت على اليمين هيبقى المركب دي لو كانت على اليسار هيبقى المركب إل طب ازاي اعرفها بقى في الهاورث الشكل الطبيعي اللي قدامك ده هو الشكل الدي طب الشكل اللي يا دكتورة كل اللي قدامك ده بيتغير فحرسم لك نفس الرسمة بالزبط تعالوا نرسم مع بعض اللي كده نفس الرسمة بالزبط هيت وقادة الأول اللي كانت عند زرة الكربون رقم 5 كل حاجة حتتغير من اللي كان أعلى حيبقى الأسفل واللي كان أسفل حيبقى الأعلى نبدأ من زرة الكربون رقم 6 كانت الأعلى هتبقى الأسفل CH2OH وهنا الهيدرودي هنا الOH رقم 4 كانت الأسفل هتبقى الأعلى OH زرة الكربون رقم 3 كانت الأعلى هتبقى الأسفل زرة الكربون رقم 2 كانت الأسفل هتبقى الاعلى وزارة الكربون رقم واحد دي بقى بيحكمها اما الفا او بيتا الفا لو الاو اما الالفا والبيتا في الالجلوكوز هي كمان بتتبدل الالفا المفروض لو هي في الدي بتبقى لتحت لا في الالفا بتكون لفوق والدي بتكون لتحت يبقى دي بالنسبة لي هو الفا الجلوكوز تمام طيب لو هي بيتا شيل الو او اtt دي وخليها لتحت مش احنا عارفين ان البيتا المفروض لفوق لا. في القلة كل حاجة بتتغير. الو اokrat بتكون لتحت في البيتا. ويبقى خلص اللي احنا وصلنا له هلت دي هو الطبيعي كل حاجة طبيعية. اللي بيكون الو ا talпер اللي بتكون على اليمين تكون لأسفل والايبتش اللي بتكون على اليسار تكون لأعلى. والالفا والبيتا في درجة الكربون رقم واحد لو هي الفا هتلاقي الو اتش تحت لو هي بيتا هتلاقي الو اتش فوق ده بالنسبة للديو جلوكوز لكن لو طالب منك رسمة الالو جلوكوز بالهاورتو كونفورميشن شاقل بكل حاجة اللي كان اعلى حيبقى الاسفل واللي كان اسفل حيبقى الاعلى والو اتش بتاعة زرة الكربون رقم واحد الالفا بتكون لاعلى والبيتا بتكون لاسفل على عكس الدي وكده يكون خلص اللي انا عايز اقولهولك النهاردة عرفت ازاي ترسم من الفشر من الفشر كونفورميشن للهاورتو كونفورميشن وعرفت يعني ايه الفا وبيتا وعرفت يعني ايه دي وقل سواء كان في الفشر او سواء كان في الهاورتو كونفورميشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته